السلام. سوف تركز معهم جيدا في هذا الفيديو حتى سوف نتخلص لك باختصار درس نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي هذا الموضوع الذي سوف نشارك معكم في هذا الفيديو هو خدام لقاع المقررات لماذا هذا الموضوع خدام لي لكتاب مانار؟ ماذا خدام كتاب جديد؟ هذا خدام كل شيء أي كتاب خدام لي، صافي؟ نبدو على بركة الله أول محور ندوي في هذا الدرس هي مؤهلات ومقومات الغنى الطبيعي في نيجيريا أول شيء يجب أن تكون فاهمة هي ماذا هي الغنى الطبيعي لماذا ن نقول له أحد خونة غانية؟ يعني عنده أحد تروعة من الذي أن نقول له أحد الغنى طبيعي؟ يعني عنده أحد موارد طبيعية التي ترى ملايره واضحة؟ نحن في هذا محور نرى ما هي المؤهلات ومقومات هذه الغنى يعني في العربية ما هي الموارد التي ترى ملايره في نيجيريا؟ ظفظ، لدينا لديها تروات الفلاحية والحيوانية نيجيريا تتوفر على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وهذا يجعلها تدير إنتاج لمنتجات فلاحية متنوعة بحل الضرع الفول السوداني وهو كوكاو والقطن وقصب السكر والخشب أي كما تسمع بالإضافة لهذا نيجيريا تحصل الروسة بجد متقدمة على المستوى العالمي في إنتاج الأغنام والأبقار والأسماك إذن هذه هي المنتجات الفلاحية والحيوانية التي تتوفر عليها نيجيريا لدينا أيضا التراوات الطاقية نيجيريا تتوفر على موارد طاقية بحتياطيات ضخمة وهذا يجعلها تحتل رتب جيد متقدمة على المستوى العالمي في إنتاج البترول والغاز والفحم الحجري لن نقول تراوات طاقية أو موارد طاقية نقصد هذه المواد التي نخرج منها الطاقة بحل الفحم البترول والغاز هذا كل ما يوجد عند نيجيريا سنرى الخصائص الديمغرافية نيجيريا ومؤشرات الضعف التنموي فيها فلن نقول الخصائص الديمغرافية نقصد الخصائص ديال الساكنة النيجيرية كيفاش ديرها؟ شحد العدد ديالها؟ واش كتزاد ولا كتنقص إلى آخرين؟ نيجيريا قد توفر على ساكنة ذات بنية عمرية شابة يعني الأغلبية ديال النيجيريين شابة العدد ديال الساكنة النيجيرية كيبصل 166 مليون نسمة وهذا العدد هذا في تزايد مستمر بسبب تفوق نسبة الولادات إلى نسبة الوفاية نسبة الولادات كتفوت نسبة الوفاية وهذا الشعر لعدد ديال النيجيريين ستزاد حيث الشخص الذي يخلاقه أكثر من الشخص الذي يموته سوف نرى مؤشرات الضعف التنموي فلنقول مؤشرات الضعف التنموي يعني نقصد بها لمؤشرات التنمية البشرية نيجيريا تعاني من عدة مشاكل اجتماعية بحل الانتشار الفقر والبيطالة حيث توفر على نسبة الفقر تصل إلى 70% يعني 70% من الملايين من النيجيريين كلهم بيطالة وأمد الحياة في نيجيريا ضعيف جدا بعد ذلك أمد الحياة فلنقرأ أمد الحياة أو أمل الحياة نسبة المستفيدين من الخدمات الطبية في نيجيريا لا يقومون إلى 31% إذن الشعب النيجيري كله يستفيد من الخدمات الطبية هذا الشيء يجعلها تحتل الرطبات المتدنية على المستوى العالمي بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية وهذا الرطبات تصل إلى 153 وهي الرطبات جدا متدنية سوف نرى العوامل والأسباب ضعف التنمي في نيجيريا هناك عدة عوامل عندنا عوامل بشرية واجتماعية نيجيريا كتعاني من الانفجار الديمغرافي ناتج عن ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية هذا الشيء يخلق ضغط كبير على الحكومة ويجعل المشاريع لا تكون غير قادرة على مواكبة النمو السكاني والحاجيات إذن نيجيريا كما رأينا لديها عدد كبير للسكان وهذا العدد ستزاد وبالتالي هذه المشاريع التي تتعلق الحكومة لا تستطيع تواكب الحاجيات للناس التي تزادوا تعييما تتعلق المشاريع لا تستطيع توفر الخدمة لكل شيء لا تستطيع توفر المدارس لكل شيء حيث نيجيريا في الأصل هي دولة من العالم الثالث لا يوجد القدرات لكيناد مريكان أو أوروبا نيجيريا أيضا تعاني من عندها عوامل سياسية تسبب لها في هذا الضعف التنمو على سبيل المثال تعاني نيجيريا من عدم الاستقرار السياسي بسبب الصراعات بالأحزاب والتنظيمات الإرهابية بحل بوكو حرام نيجيريا لا يوجد استقرار كل مرة هو طالع رئيسا في شكل كل مرة هو إنقلاب هذا الشيء يجعل التنمية تكون في نيجيريا ضعيفة جدا مثلا كانت واحد الحكومة يريد أن تتعلق المشاريع التنموية يأتي واحد ينقلب عليها يطيحها يمشيوا ذلك المشاريع أو تاني فلوسهم يمشيوا يخصصها أو تاني تبداع أو تاني في مشاريع جدا أو يبدأوا فيهم حتى تطع الحكومة يعني لا يدروا له لدينا أيضا الفساد والرشواء التي تنتشر في الدوليب الحكم وإدارات نيجيرية حتى يساهموا في إفشال المشاريع التنموية هناك عوامي الاقتصادية أيضا تساهم هذا حتى الاقتصاد نيجيري يتمد بشكل شبه أساسي للمنتجات الطاقية بحل البترول والغاز وهذا يجعله يكون مرهون للتقلبات الأسعار من الذي يكون الاقتصاد يتمدر الصادرات البترول والغاز حتى هذه الصادرات كان الثامن سوف تربح كثيرا حتى الثامن سوف تربح كثيرا وفي هذه الحلقة سوف تشد كريدي حتى تكمل العام من الذي تشد كريدي يجب أن تخلصه اليوم يخرج البترول لا تستفيد لأنه سوف تعطيها سوف تعطيها لبنك الدولي الذي يعطيك الكريدي وبالتالي عندما سوف تربح تربح كثيرا سوف تربح كثيرا سوف تربح كثيرا سوف تربح كثيرا بالإضافة نيجيريا تعاني من التبعية الغذائية للدول الخارجية بالنسبة للقمح والأرز نيجيريا لديها أراضي زراعية كبيرة ولكن لا يستغل لها كثيرا لكي تجلب القمح والأرز الذي يحتاجه للشاب لكي يعيش سوف تقوم بالدول وهذا يجعلها تكون تابعة للضغوطات هذه الدول مثلا ممكن تقول لها لا نعطيك هذا العام هذا القمح والأرز إلى أن نقصت اليوم الثمان للغاز كنت تقول أنت خصكت نقص من الثمان لكي تبعي بالإضافة لها الاقتصاد النيجيري لا يستفيد بشكل كامل من التروات الفلاحية والنفطية لماذا؟ حيث يتم الاستنزاف من قبل الشركات متعددة الجنسية نيجيريا هذه الدولة ضعيفة علميا وتكنولوجيا مثل دول أفريقيا إذا كانت لديها تروة للنفط لا تستطيع تخرجها بوحدة خصائها علماء خصائها مهندسين لكي تجلب شركة برانية هذه الشركة لن تخرج لك فابور ستقول لك لا أريد أن نقلب لك ونخرج لك تستفيد من تروة ونعطيك نسبة 20% من الأربع وبالتالي الاقتصاد ما يربح من 80% وهذا مشكلة نحن نرى الإجراءات التي تدريها طولة نيجيرية لكي تحديد من هذه المشاكل الطاقة التنموية طولة نيجيرية وبزعمة الرئيس جودلاك جونتان قمت بجموعة الإجراءات لكي يصلحوا هذه المشاكل التنموية مثلا قمت بإصلاحات للقطاع لكهرباء لكي يوفروا للمدن القرى وقطاع التعليم لكي يظهروا نيجيريين متعلمين لغير ينفعوا البلاد وأيضا إصلاحات القطاع الفلاحي لكي ترتفع الإنتاجية وإصلاحات مهمة للبنية التحتية لكي تسهل عملية التصدير والإستيراد وأيضا جلب رؤوس الأموال لكي يدروا مشاريعهم في البلاد لكي يتم تحسين جودة الحياة النيجيريين ورفع الإنتاجية وبالفعل هذه الإصلاحات التي ترتفع الحكومة جود لك وفراط ما يصل إلى مليون ونصف فرصة عمل النيجيريين وساهمات في تطوير الاقتصاد النيجيري بشكل جيد نوعا ما بعد ذلك نستطيع أن نسألنا هذا الفيديو لا تنسوا لكي ترجمة أصدقائي لكم وبعد طب جي طب جي طب جي ضع طب جي اشتركوا في القناة